ماذا؟ ايه هوني اريد احسبلكم الناحن هوني اريد احسبلكم الناحن اوه ماشي دكتور اوه ماشي دكتور اوه ماشي دكتور اوك اوك السلام عليكم دكتور السلام عليكم Alright الب Ländern صور دكتور انت غونيس مكن ان تسجلتكم اوه محاضرة اس говорят لأولا دخلت لقى اللي ما اعرفه ايه شرحت الكم ايه بالانتاقونا شرحت الكم ايه على التشارتات مو بوقتها شرحت الكم ايه على التشارت مو بوقتها وعندك التسجيل مو موجود طCheck ايه يولا تشارت ايه حسابة التصين شرحت الكم ايه نزل هذا نزل هذا نزل هذا نزل نزل موجود بس إذا عيد النشر ما التابل هذا حتى يشوفه عيد النشر ما التابل القروب لا لا بشكل غير انتكولينيرجيك ما موجود عندك لا انتكولينيرجيك 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 موجود موجود يمكن بالشارط يعني ما شو راح شارط اوه عند غرض اميكية ملزمة ملزمة موعدكم من ملزمة والت اي موجود هالملزمة بس لا شارط ولا مصدر لا ملزاتكم ملزمة مال انتكولينيرجيك مو بوكتها لا ملزمة مال مال اوتونوميك لا هي مال انتكولينيرجيك اوكي خلي شوفها سايا بعدين اي اكثر شابترات مهمة واحد قرد يركز علينا انه اي 15 اي بكلها مهمة انت بايتك اكثر شي يعني اشتركوا في القناة 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 the gram-positive bacteria, or they act only on, مثلاً, mycobacteria. فهذه سموها narrow-spectrum antibiotic. زين. يعني الإقزامل عليها مثلاً عندنا البنسلين G أو اللي هي سموها natural pensylines أو narrow-spectrum pensylines. هذي في إقزامل على narrow-spectrum antibiotics. ليش؟ لأنه تشتغل فقط على ال gram-positive bacteria. وهذا البنسلين G أكثر شيء مثلاً يشتغل على streptococcus. أو عندنا الإيسونينزايد اللي يشتغل على فقط الميكوبكترية tuberculosis اللي هذا نعتبره narrow-spectrum antibiotic. زين. فمثلاً هسا عدنا دكتور بس اللي حكوة penسلين G ما يشتغل بالnegative على ال gram-negative؟ لا 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 يشتغل فقط على ال gram-positive. فبقى هسا إحنا بالصفالة sporeans وبالpenسلين دائماً اللي صايرة دي قدام يعني اللي هي ال primitive ones ده أكثر شيء شو قلها على ال gram-positive بكترية ومو يشتغل على كل ال gram-positive أكثر شيء على ال stripto-cocae يعني تعرف ال gram-positive كم نوع عندي بنقسم إلى باس اللايو-cocae الكوكاي مع ال gram-positive منهم نعم عودين يعني فتشي كلشو primitive ال gram-positive عدنا نوعين يدي هي ستربتو-cocae والستافيلو-cocae سامعين بيهم؟ أي دكتور ما أخذيها ما أخذيها مزيد الحمدلله ستربتو-cocae وين شو تسوي أكثر شيء يا مرض مو سوي سفلس دكتور سفلس اللي هي التهاب اللثي حتى التسوّس مال الأسنان أكثر شيء ستربتو- نوع من نوعين ستربتو-cocae الستافيش تسوي؟ سمع عد جلد؟ أي عد جلد سمع عد جلد وأكثر شيء الستافيلو-cocae سمعينة 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 مو المرسا ينفسها؟ المرسا أي أكو بيها الـ MSSA والمرسا اللي هي سمعينة حن يجع عليها بالبنسلين فالمهم والمساط أي فالمهم إنه لما نقول نارو سبكترم أنتبايتك يعني يشتغل على قروب واحدة من الأورغانيس ستشوف مثلا هناش حط لكم بالشكل هذا باسباعه هذا مهم حسن المربع بالنسبة لكم المدكالي أمبورتن مايكرو أورغانيسنس أي أول شيء عندنا نوع الـgram-positive cocae والـgram-positive bacilli والـgram-negative cocae والـgram-negative bacilli تتعرفون إنه البكترية نقسمها gram-positive و-negative الـpositive نقسمها إلى cocae وبacilli بكذا لكن negative نقسمها إلى cocae وبacilli أيضا بالإضافة إلى هذا النهي أقول anaerobic organisms anaerobic نقصد بيها إنه هي قد تكون gram-positive أكثر gram-negative لكن تعيش بوسط في عدم وجود الأكسجين الكوكاي أهم شي اللي عدنا بيها هو اللي عدنا بالكوكاي اللي هي أهم شي السترابتوكوكس والستافيلوكوكس طبعاً هذول السترابتوكوكس والستافيلوكوكس ثاناتهم anaerobic el-gram-positive bacilli أغلبها تكون anaerobic الإجزامبل عليه هو الكلوستريديم والكوراين بكتريم دايفيثيريا الكلوستريديم ديفيسل الكلوستريديم بوتيولينيا أو الكوراين بكتريم الدايفيثيريا تعرفون الدايفيثيريا شنو دكتور دكتور اللي بيها شنو شنو دكتور الخناق الخناق أي هذه ال-gram-positive أكثر تكون يعني تكون gram-positive باصل لا تكون anaerobic ال-gram-negative يفهمينا عندنا cocae وباصل لاي ال-gram-negative cocae مثلا عندنا نيسيريا ونيسيريا تسوينا مرضة القنارية اللي هو sexually transmitted disease أو يتسبب إنا المeningititis يعني نيسيريا مeningititis بالنسبة لgram-negative roads اللي جماعة E. coli يسموها l-enterobus l-enterobacter اللي هي جماعة l-e-coli وال-eclebsiella وال-proteus وال-seudomonas هاي كلها gram-negative roads بالإضافة لها كل ال-spyro-sheets ال-spyro-sheets هاي ال-example عليها اللي هو ال-triponoma ولي هاي تسوي السفلس وعندنا المايكرو بلازمة عندي اكثر شي تسوي ال-neumonia والكلاميديا هاي مشهورة تسوي نيوم مرض كلاميديا يعني هاي حتى يعني حتى موجود بالكتاب موصف ثالث متوسط الكلاميديا سامعين بالتراخوما سامعين بيه لو لا او او طالحين تسوي مرض بالعين بالعين اي فالكلاميديا تراخوما تسوي مرض بالعين هاي اهم انواع ال-clinically important bacteria فتشوف ال-neuro-spectrum antibiotic ما يشتغل على هذول الكل يعني يشتغل على limited number of bacteria يعني مثلا يشتغل على gram positive مرة مثلا يشتغل بس على gram positive cocae ما يشتغل ويشتغل على الجانب الجانب cocae بس acetripto cocae او يشتغل على spiro sheets اللي تسبب بنا مرض السفل او اللي tripanoma pallidum هذا بالنسبة al-neuro-spectrum cocae و اكثر شي striptococcus اكثر من staphilococcus زين يشتغلون على gram negative قلنا لا ما يشتغلون يشتغلون ايضا يشتغل على spiro sheets من طلعوا من عند l-ampecylline وال-amoxicilline هذول l-ampecylline وال-amoxicilline هما derivative من l-amoxicilline جي بس بيهم مفاد broader spectrum of action broader يعني اكثر spectrum of action بحدي عما تشتغل على gram negative فسموها extended spectrum antibiotics تشتغل على عدد معين من ال-organisms صار بها extension لل-aspectrum طور ال-aspectrum مالتها وسموها extended spectrum antibiotic بحيث قام تشتغل على gram positive وال gram negative ال-browd spectrum antibiotics ترى l-amoxicilline هو المصنع شون مثلا عندنا التترساكنين والفلوروكوين والكربابنين هذا they act on variety of organism فاني هذا اعتبروه broad spectrum antibiotics يعني ما بي يفد limitation يعني ما ما تكون محددة جزء معين ال-organisms ولا من نظر antibiotics وبعد ينسول extension لا هي رأس on broad spectrum تشتغل على كل the gram positive gram negative نخلي بالك اللي تشمل لنا اكثر شي هي carbapenions carbapenions هي نوع من انواع beta lektam يعني beta lektam بيها cephalosporine بيها pencenine بيها carbapenions وبيها monobectam فالcarbapenions هو نوع من انواع البيت lektam anti-biotic اللي flora quina lains اخدتوها يام دكتور ايمان اللي flora quina lains شو سرو اللي flora quina lains على شنو تشتغل inhibition of topo azomer 4 dna gyrase enzyme فبالتالي اللي flora quina lains اعتبروها broad spectrum antibiotics وعدنا tetracycline هذا tetracycline يشتغل ك protein synthesis inhibitors فذول الثلاثة يعتبروهم broad spectrum antibiotic عوائل تشتغل على كل انواح البيت gram positive أو gram negative لكن زين هاي بيانو عن التيرابية قدار استخدمها ال broad spectrum تربة empirical empirical therapy فضل لكن شنو مشكلتها ال broad spectrum شو تسوي دائما normal flora خربط لنature of the normal flora فيأدي إلى super infection by other organisms super infection يعني شنو تتخربط عندي normal flora فيطلع عندي في الorganisms يكون pathogenic organism الأكثر شي يصر عندي بال GIT مراد أكو بكتر يسمها clostridium difficile هاذي clostridium difficile هاذي gram positive لا gram negative شنية دكتورة gram positive هاذي gram positive باس اللاي و anaerobic كل clostridia تكون anaerobic وتكون gram positive وتكون باس اللاي زين هاذي clostridium difficile بطبيعة anaerobic فليهذا تشوف انه اكثر الانتبياتيك ما تشتغل عليها فلما يجي مثلا يخربطون بالانتبياتيك خاصة ان يمطون broad spectrum انتبياتيك بكميات كبيرة فهذا تخربط ل normal flora تموت عندي normal flora المرة تبدي يصبح عندي super infection ويام ويال clostridium difficile clostridium difficile تسوينا حالة اسم هال pseudomembranus colitis pseudomembranus colitis ويصبح عندي حالة الدياري زين فهذا منو اكثر انتبياتيك يا نوع من الانتبياتيك اللي بيها من هذا اللي بيها اكثر side effect spectrum منو ال broad spectrum ال broad spectrum antibiotics لكن ال broad spectrum المفضل هي المفضلة اذا اريد استخدم empirical therapy لكن اذا انا حددت المايكرو organism فالافضل اذا اعرفت المايكرو organism فالافضل انه استعمل ال neuro spectrum اللي يكون مثلا يشتغل على البكترية او استخدم extended spectrum antibiotics زين وطبعا هي ايضا يرجع استخدامها افضل شي انه يكون بعد antibiotic sensitivity test زين اكو شاء الله ثانية منو اكثر organisms يصر بها resistance اكثر بكترية يصر بها resistance نكتر هيهم جماعة tetracycline لا استخدامها كل الantibioticات يصر بها resistance اذا احتي منه انواع البكترية اللي يسوي resistance سيدا monoceraginosa و staphylococcus او staphylococcus اهم شي يعني اكثر هم البقية resistance منت هي يكون اقل زين هسا ناخذ موضوع الدراج resistance قبلها الكمبنation of antimicrobial therapy اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احنا اول شغلة يقول لك طبعا ات لما تجي تعالج certain infecting organisms وتعرف الالورغانيسيما شن الافضل انطي نارو سبكترام أو براود سبكترام نارو نارو سبكترام ليش ما انطي براود سبكترام شخاف من شنو يعني يسوي super infection الشغلة الثانية مو بس يسوي super infection ازا يدلنا the possibility of resistance وايضا يعني براود سبكترام ممكن يعرض الى resistance اكثر وايضا ممكن يؤدي الى super infection فالأفضل اذا احنا مشاكلنا بالنسبة مشاكلنا بالبرود سبكترام وانتي بايتك انه يسوي super infection وايضا يمكن يسوي emergence of resistance نزيل فلهذا مرات نلجى الى شنو narrow spectrum ليش حتى نقلل super infection ونقلل ايضا emergence of resistance يعني نقلل ايضا يعني تعرف هذا resistance مرات من يجي من وجود selection pressure يعني انه البكترية تتعرض للانتي في فترة طويلة فيصرف selection pressure بحيث يحول الى resistance مرات احنا بالدrag combination يصير عندي synergism السين اشوكت اصير لمن استخدم two drugs of similar mechanism of action or of two different mechanisms of actions شان شان دفرنت دفرنت كل ما تكون عندنا الميكان اختلف فذاك الوقت يصير عندنا حالة السينيرجي فمثلا الاكزامبل عليها انه يحطون beta lactam وال amino glycoside بالنسبة لل beta lactam شون تشتغل دكتورة تاجم السلور ال amino glycoside شون تشتغل protein synthesis inhibitors فلهذا نشوف انه كل وعدتنا تشتغل بميكانيزم تختلف عن الثانية فحيصر عندنا السينيرجي السينيرجي يعني معناته انه واحد زاد واحد يكون اكثر من الثانية يعني معناته يجين الافكت زائدا الافكت من دراج او هذي يسمو ادتف افكت السينيرجي لا فيكون الافكت مور ثانية فبالطالي هذا حيش اهلنا انه نقلل الدوز مالتهم وبالطالي حنتخلص من التوكسيسيتي بالنسبة للبيتالكتام احنا اكثر شي ما نخاف من عدن لانه البيتالكتام انتيباوتكس التوكسيسيتي مالتها قليلة بس من ما نخاف نخاف من الامينو بلايكولسايد لان الامينو بلايكولسايد تكون بها نفرو توكسيسيتي ونيورول و أوتوكسيسيتي عالية فبالتالي هذي سهلنا الكمبينيشن انه مقلل بالدوز مرات هذا السينيرجزم يكون راير ودائما مثلا ينطوب يعني الكمبينيشن يفضلوها بسبيشال كونديشنز مثلا بالانتيروكوكال اندوكاردايتز زين الانتيروكوكال طبعا الانتيروكوكاس هاي جران بوزيتيف بكتيريا بتسبب مرات الانتيروكاردايتز مرات مثلا السينيرجزم عليها يكون عقال من سبت شنو مشكلة العلاج بوان الانتيروكاردايتز مشكلة انه مرات يعني في المكان صعب يوصل الانتيروكالدايتز فلهذا مرات يعني فلهذا يعني مرات اهنانا تحتاج الى مر تاركتد ثرابي نفتر بس هي السينيرجزم شنو معناتها يعني معناتها انه التداخل يؤدي الى نتيجة اكثر من النتيجة المتوقعة بالعربي بالعربي ما اعرف بس يعني يعني هنانا يعني فالكولابوريتف وارك يصير بين التو دراكس بحيث انه ينطين فالتأثير فوق التأثير المتوقع يعني الثوربات باردو يعني يدفع يعني ينطين فالتأثير side effect يعني ما يفي تأثير تأثير اكثر من المتوقع يعني مثلا شخصيا كل واحد دا يسوي فالإنجاز مثلا مقدارة خمسين فاذا ثنين عاتهم اشتغل او سوى اشقد يكون الانتاج كلي يعني عالي اكيد لا هو اذا كل واحد يطلع خمسين اذا ثنين هم اشتغل سوى شقد نتوقع الانتاج الكلي يعني الشي صغير خمسين زراد خمسين مية مو صحيح يعني دكتوري يعني تأثير كامل راح يصبح هذا شنش صار هذا التأثير الكامل احنا نسميه بالأداتف هنا نرقي التأثير مو اداتف هنا مثلا نقول انه هذا الشخص وحد هذول الاشخاص اذا يقعدون وحدهم ينتجون خمسين لكن اذا يقعدون سوى حينتجون 300 زين فهذا التأثير صار سنيرجي وصار اداتف سنيرجي دكتور اكيز فالسنيرجي ينطينا الاخشن ذات is more than expected يعني شنو الاخشبكتر يعني اذا اقول مثلا شخصيا انتي وصد يختج استغلتوا سواتوا يكون فتشغلة اذا هاي شغلة كل واحدة تشتغل ها وحدها اتطلع خمسين فتخمسين ايتم لكن من يقعدون سوية يشتغلون يطلعون 300 زين هل احنا متوقعين هيصير 300 الانتاج لو متوقع 100 يصير اكتبار يعني احنا متوقع 100 بسوأ كد رح يستر اكثر من اثنين ومفتو لا اي بس من صار ك اشتغل اثنين سوية صار الانتاج اكثر من الاكسب يعني بدأ ان ينتجون 100 قام وينتجون 300 ليش صار ك اثنين هذا معنى السينيرجي 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 نجي طبقة بالانتيبيوتك انه ناخد انتيبيوتك كل واحد الميكانيزم تشتغل تختلف عن الثانية فاذا كل واحد من عندهم مثلا يجوز يقتل انه 50 مثلا 20 أو 30 بالمئة و40 بالمئة من البكتيريا لكن اذا اشتغل او سوية لا نسبة القتل هتكون مور ذن اكسبكتل يعني ما يكون الشي ادتف يكون الشي سينيرجيستيك هاي السينيرجي هتساعدنا هتساعدنا انه نقلل الدوز تمام دفتار مفهوم تمام افتهم جيد صار اقل يعني جهود اقل بي ينطي نتائج احسن ازاعدنا حتى ما نرأز بالشغل مالتنا ما نرأز احنا مثلا شوية نغير الظروف او يصبح كوية بين الموجودين فينطي هنشغل مور ذن اكسبكتل هذا نسمي سينيرجي ذا هاي بالنسبة المالتنا combination اذا 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 كان an infection of unknown origin ايضا نفضلون انه ينطون combination ليش اذا كان عندي infection of unknown origin ليش افضل on the combination لما نقول عندي infection of unknown origin يعني يا type of therapy انطي broad يعني انطي 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 broad spectrum مرات شون اقدر احصل هذا ال broad spectrum يجوز antibiotik واحد ما ينطي هذا ال broad spectrum of coverage فهي ستوي مرات فمرات يسوي انطي اكثر من antibiotik زين فإذا الهدف اللغ مرات اكو عندي مثلا organism of variable sensitivity يعني مثلا الorganism with variable sensitivity يعني sensitivity ما تكون متغيرة لالدراكس فاش يسوي حتى حصل علفة synergii مثلا بالتريتمت من التوركيلوس اطي اكثر من antibiotik فإذا هسا انه لما نطي اكثر من antibiotik شنو الهدف اول هدف هو شنو السين الهدف الثاني غير السين يرغي انه spectrum of activity اوسعة يعني حتى يصر عندي broad spectrum of action فاستعمل اكثر من antibiotik خاصة اذا كان عندي infection of unknown origin اعفو دكتور بس احنا مو قلنا علاج ما لسهل هذا الايزو الايزين اي اي هو احنا نجد قول هو العلاج ايزو اكو بعض علاجات ثانية فمشكلة المايكوب اكو بها variable sensitivity يعني ما تعرف يا ادرك حيشتغل احسن شي فاش نسوي ننطي combination تمام زين فهي فهي عدي ثلاث حالات يعني الشروع هيمكم انه يصير عندي بيها synergy انه استفاد من combination اول حالة انه اسوي synergitism انه اجيب two drugs of different mechanism مثل ما يجيبون مرات البيت الاكتام والامين والايكوس الشغلة الثانية مرات حتى يوسعون ال spectrum of activity خاصة اش وقت استعمل broad spectrum of action بال empirical therapy او عندي مثلا of unknown bacterial origin فهي مرات استعمل combination اول استعمل combination اذا ال microbe في variable sensitivity فما عرف يهو يشتغل احسن فاشا سوي اجيب اكثر من antibio الت انتوا انتوا يعني أكثر الانتبايتك دائما يشتغمون لما تكون الأورغانيسم that undergo mitosis ما تكون stationary. فلهذا تشوف الانتبايتك دائما يكون أفضل. يعني احنا عدنا كفة تسمى cell cycle. مرات الخلية الطبيعة إذا تشوف الظروف مو كلش ملائمة تكون dormant يعني تبقى ثابتة. ومرات لأ يعني تجي في الظروف أنه تتكاثر. دائما الخلايا دي تتكاثر هي أحسن خلايا أنه استهدفها بالانتبايتك. زين؟ ليش لأنه تكون الخلية فعالة فهيبدي الانتبايتك يشتغله بشكل أفضل. هنا للمحاذير إنه بال combination لازم ما anti-drug يكون بكتريوستاتيك ويا البكتريو سيدا. ليش؟ لأنه مرات البكتريوستاتيك يسوي نفد انترفرنس ويا البكتريو سيدا الأيجنس. وأيضا ممكن إنه يزيد لي الرزق of the selection pressure ويسوي دي حالة development of resistance. يعني هسا إني أجي انتبايتك بكتريوستاتيك وبعدين أجي انتبايتك بكتريو سيدا. انت البكتريو سيدا لدرق. شو كد أحسن شي يشتغل؟ يشتغل لما تكون البكتريا بها multiplication لو لما تكون البكتريا ما تتكاثر. لا تتكاثر. شون؟ التكاثر يعني في حالة ما تكون. لما تكون في حالة التكاثر لما تكون الخلية دورمنت ما يشتغل البكتريو سيدا مثل ما يشتغل الخلية بحالة يعني بها mytotic activity. زين إذا قطيت بكتريوستاتيك agent. ويا البكتريو سيدا. البكتريو سيدا. إذا قطيت بكتريو سيدا يشتغل البكتريو سيدا لا لا. دكتور مو يداخل و الفعل مو التأساس؟ يداخل و الفعل. شون يداخل و الفعل. آني هذا البكتريو سيدا يقلل الفعالية مو التليش. لأنه أكثر شي البكتريو سيدا علي من يشتغل. يشتغل على الملتبلايينج. عند غروينج سيلز لو يشتغل على الدورمنت سيل. على المتكاثرة. على المتكاثرة دائما يشتغل البكتريو سيدا. ليش يشتغل أكثر شي على المتكاثرة؟ لأنه هي أكثر الباثويز. التنشل لما تكون الخلية في حالة التكاثر. زين؟ لما أجي أني أمطي بكتريو سيدا. وهي البكتريو سيدا. هذا البكتريو سيدا. حيوقف التكاثر مو الته. فالبكتريو سيدا بعد شنو. الأكشن مو الته بعد ما هيشوف التاركت مو الته. فحيصير فالنوع من الانتاغونيزم. زين؟ فالأفضل أنه يعني من أجي أن أمطي ما أخبط سيدا وهي الستاتيك. لازم أمطيهم ثانتهم سيدا لو ثانتهم استاتيك. زين؟ سيدا واضحة؟ سيدا واضحة. الإكزامبل عليها مثلا هسه أنا عمدي البنسلين. البنسلين وين يشتغل عليها من؟ على السيلوال قلنا. على السيلوال فإذا اشتغل على السيلوال حيشتغل سيدا لو استاتيك. سيدا. سيدا. بس لما يجي يشتغل على السيلوال وأدي إلى اللمج من البكتريا. أكثر شي وين يشتغل على الغروينج والمالتوكلاينج سيلو على الدورمنج والماتور سيلو؟ على المتكاثرة قلنا دكتور. ليش يشتغل على المتكاثرة؟ لأنه هو يقلل الببتايدو بلايكان سنتيسيز. فإذا الخلية هي ماتور يعني يصير عدها بعض سنتيسيز؟ لا. ما عدها بعض سنتيسيز. فشي يسوي البنسلين. أكثر شي يشتغل على الغروينج سيلو. فلهذا فضل أنه أنطيوياب أكثر يستاتيك لو ما فضل. دائما فضل دكتور. بكتريا استاتيك. ليش؟ لأن بكتريا استاتيك هو حيوقف التكاثر بعد على شون يشتغل البنسلين. هو البنسلين يشتغل على الخلايا المتكاثرة. وجاء استاتيك ووقف للتكاثر. فبالتالي صار عندنا فالنوع من الانترفيرنس أوف أكشن. فلذات البنسلين حديث ان يشتغلون بكتريا استاتيك. لأنهم يقللون البكترية لأنهم لا يقللون بكترية دكتور يعني هل يخطوه؟ يخطوه البنسلين مثلاً دعونا البنسلين يخطوه يعملوا يخطوه يعملوا الامينوغلايكوسايد ليش؟ لأن الامينوغلايكوسايد بكتريوسايد بس ما يجون يمطون البنسلين ويتتراساكلين يعني إذا تشوف مثلاً وصفة بيها لأنه تتراساكلين مثلاً استاتيك فإذا تشوف وصفة بيها تتراساكلين أو بنسلين يعني الأفضل أنه ما نصرفها ليش؟ لأنه البنسلين شي يسوي هو بكتريوسايد ذاك التتراساكلين بكتريوسايد فما ينفضل أنه تنطيهم إياه فمثلاً مرات الت combination بين مثلاً المثبريم هو بكتريوسايد ما أجي أنطيوية من هو البنسلين يعني يوم هاذا الثرابي واحد أو أطيها ذاك الثرابي لكن الامينوغلايكوسايد مثلاً جماعة القرامايسين ممكن أنطيوية البنسلين ثلاثهم سايدل فهذا الموضوع دائماً يجب أن يكتبه الحليب دكتور يعني الأنتيبايتك يختلف الأكشن مالتا من واحد إلى واحد حسب تأثيره على الخليل؟ والأنتيبايتك إيه لازم تعرفه هو سايدل أو ستاتيك في مرات هاي نقدر نستنتجها من الميكرا نزم مالته يعني دائماً اللي تأثر على السايدل هي سايدل من أثرة السايدل صارت سايدل فاللي تأثر على بروتين سنتسيزة كو قسم منهم سايدل أو كو قسم ستاتيك الأغلبية ستاتيك هم لكن بهم أكو سايدل أو كو ستاتيك هذا الستاتيك ما أقدر أنطيوية البنسلين دكتور للسايدل يعني إثناتهن الخلية الواحدة ما يأثرنا كثير يعني قوين التأثير لا يقوي ما يقوي هو تطي سايدل ويا سايدل إذا تطي سايدل ما يقوي ليش؟ لأنه السايدل على ما يشتغل ليشتغل على المultiplying cell لو يشتغل على الخليه النايمة السايدل على ما يشتغل أكثر شيء الخليه ليه ذاهنة تطي ساتيك ولأ البهيها تكاثر على البهيها تكاثر زيان إذا أنا أطيطي ستاتيك هو قفل التكاثر السايدل على ما هيشتغل لم يفيد أنا عندي مثلا أمينة بلايكو ساي cuzازين أنتايتوية بنسلين التراسلين يشتغل بكتريوستاتك زين لما نيجي بنسلين البنسلين عليه من يشتغل يشتغل على على البيكتريوصايدل اهو كبكتريوصايدل يشتغل يا على الخلية المتكاثرة لو يشتغل على الخلية النايمة عن متكاثرة جمع راحي فيني لشي يمنع الميتوزيز فالخلية تنموم تواجف واحد فصار عدنستازيز فليهذا لما نجي أنطي بنسلين كل هالخلايا نامية وملت تكاثر يجي البنسلين ما عنده تارجت يشتغل عليه فصار انترفيرنس يعني كأنه يعني صار انترفيرنس فهنانا مثلا نجي إذا أنطي بكتريو ستاتيك وبكتريو سايدل الأكشن المن هيكون للاستاتيك لو للسايدل ستاتيك للاستاتيك هو بس الستاتيك يوقف النمو السايدل ما عنده شي يشتغل عليه فليهذا شو نقول إحنا البكتريو ستاتيك دراج انترفير وذي بكتريو سايدل فخاف يجيكم بالمسكيو يقول لك مثلا البكتريو سايدل دراج انترفير وذي بكتريو ستاتيك دراج او البكتريو ستاتيك دراج انترفير وذي بكتريو سايدل دراج ياهل صحيحة الستاتيك يداخل الستاتيك هو اللي الداخل ويالسايدل موستايدل يداخل ويالستاتيك سأي واضحة واضحة الموضوع الهدف موضوع الهدف موضوع مهم في هذه القصة بالهدف الموضوع الهدف النحر الهدف 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 ما يعني يبدي the antibiotic lose its action ف فهنا نقول لك the bacteria are considered resistant to antibiotic if the maximal level of the antibiotic that can be tolerated by the host cannot halt bacterial growth يعني معناته أنه شو كنت نعتبر أنه البكترية تكون resistant لما يكون maximum level of the antibiotic that can be tolerated by maximum level of the antibiotic that can be tolerated by the host does not halt bacterial growth يعني أكثر level يتحمل الشخص مدى يوقفون النموة للبكترية فبذاك الوقت سنعتبر البكترية تكون resistant لماذا؟ لأنه إحنا عندنا مثلا الانتبيتك إلى level قريب من التوكسيسيتي أو إلى level بحيث الهوست من يعطي يتحمله فبذاك الوقت سنقول أنه البكترية تكون resistant زين؟ فأكو قسم من ال-resistence القسم من ال-organisms are inherently resistant to antibiotic فمثلاً ال-gram-negative bacteria تكون inherently resistant to vancomycine دكتوري أنا تكون مكتسبة ماذا inherently؟ لا inherently هي مو مكتسبة inherently يعني هي من أصلها بالجينة من أصلها inherently resistant يعني بالجينة يعني هي ال-organisms رأساً هي من أصلها هي تكون resistant رأساً هي من أصلها ما يشتغل عليها هذا ال-antibiotic نقول عليها inherently resistant to this antibiotic فمثلاً عندنا ال-gram-negative bacteria أكثر ال-gram-negative bacteria ما يشتغل عليها ال-vancomycine يعني ال-vancomycine مثلاً يشتغل فقط على ال-gram-positive bacteria نهائياً ما يشتغل على ال-gram-negative bacteria هذا النوع من ال-resistence نقول عليه inherently resistant زين؟ يعني مثلاً هم يشتغل على نهائياً وليس لا يشتغل عليه يعني البنسلين يهاجم السيلول لا يشتغل البنسلين لا يعني الميكوبكتريام هم بيسيلول بس الميكوبكتريام دائما ما يكون الليبيد لايار في خين قلنا ثك في خين ثك في أعبر البنسلين من خلال الليبيد لايار لا نعبر لأن طبيعتي محبب ما طبيعتي هيدروفيلة فش نقول عليه الميكوبكتريام inherently resistant to pensylين خلاص نهائيا ما يشتغل عليها هذا النوع من الـ resistance يسميه inherent resistance النوع الثاني من الـ resistance لا يكون يعني نتيجة وجود ميوتاشن أو يسموه acquired resistance أو acquired resistance on selection فهنان acquired يعني مكتسب inherently يعني غير مكتسب يعني وراثي لكن الـ acquired هو مكتسب الـ acquired مو وراثي يعني أنه هذا الميكروب هو ولد كان يكون responsive للانتبايتك لكن نتيجة التعرض المستمر للانتبايتك تحول من responsive إلى resistance نتيجة وجود في الميوتاشن الصير هذا نسميها acquired resistance أو يسموها selection إذن إذن الـ resistance هي فتصفة أما أنه تكون مكتسبة أو قد تكون يعني موجودة أصلاً بالـ المكتسبة دائماً تجي عن طريق ميوتاشن بعد التعرض الطويل للانتبايتك بعد التعرض الطويل للانتبايتك أنتو أخذتو بالبروتوزوة ووطتكم إياها أفتر إيمان أخذتوها أخذتوها أخذتو الأميبة الأميبة بايش أعالجها دائماً الأميبة بايش أعالجها الأميبة بايش أعالجها الأميبة بايش أعالجها شنطيها أحسن علاج شنوان؟ دكتور بعدنا مواصلين يعني هنا وهي زاش الحدوس بعدنا مقارن لا البروتوزوة قالت أكملتها هي أنتي بروتوزوة شوان؟ باي دكتور وحنا خذنا مشارحة الدكتور بس نحن بعدنا مقارن ننخلص العاصر حتى هنا مشارحة بس يعني فتش متعارف بايش دكتور؟ فلاجيل ينطون ما اسم الفلاجيل؟ مترونيدازول هذا الفلاجيل بطبيعته يسوي من يجون ينطون للأميبة يسوي فالظرف غير مناسب فالأميبة شو تسوي حتى تتخلص من هذا الظرف الغير مناسب حتى تتخلص من الأنتيبيتك شو تسوي ما تتعرض؟ البروتوزوة هي مو سوي غلاف ثاني يعني جدار مالت تسوي في الغلاف ثاني أي شو تسوي سيست تتكيس من الأميبة المبكة زين فوراها من تبدي تتكيس؟ ومو ورها تتكيس الظل تنتظر إلى أن تجدارو في المناسبة فتبدي شو تسوي تطلع يعني يصير بها في البيجيتيشن من جديد هنا نحنا عندنا وين المشكلة؟ المشكلة إن هنا مثلاً مرات واحد يصر عنده ديارية يعرف انه الفلاجيل هو الزين للديارية رئيساً يروح للصيدرية ياخذ فلاجيل ما يلتزم بفلاجيل كورس كامل وما يعرف هو عنده أميبة لو ما عنده أميبة المهم هذا فلاجيل اخذه صار عنده دايزندري راح اخذه فلاجيل ما يلتزم بكورس كامل لازم الكورس موته خمسة إلى عشر تيام ما يلتزم بالكورس موته اخذه يومين وبعدين قطعه هاي اليومين عرضه اش صارت انه قسفة من الأميبة تبدي تتكيس هو من قطع الفلاجيل اش سوه وفر ظروف منائمة لهذه المرة تبدي ورا الأميبة ورا ما تتكيس تبدي تطلع من جديد بداخل الكيس هي تتكاثر الأميبة فبدال ما كانت وحدة سوالها فتسيلكشن برجر سوالها ضغط صارت السيست بداخل السيست قامت تتكاثر من قطع الادراج من فتحة الكيس قامت بدان ما تطلع ونرغونيس انتو ما تطلع أربعة فلهذا مثلا احنا دائما بالانتي بايوتك ثرابي أهم شيء انه لازم نحدد البروبر انتي بايوتك والشغلة الثانية انه او انتي ميكروبيال ثرابي لازم نحدد البروبر انتي ميكروبيال والشغلة الثانية انه لازم ياخذ البريود مالته الكورس كلية مالته مو يجي ياخذ الكورس مالته فترة صغيرة وبعدين يقطع كيفه وبعدين يرد ياخذه من جديد ليش؟ لانه هذا يسوي فتسليكشن على الانتي بايوتك على البكترية البكترية هتحاول انه تتخلص من الانتي بايوتك عن طريق في الميوتايشن او مثلا اذا كانوا بالبروتوزو يسمون انسيستيشن وراها صارت صارت رزيستنت المرة تحولت بطها بس خلال البكترية تصير رزيستنت خلال الميكروب يصير رزيستنت بدون ما يقتله وبالتالي هالمرة جقام لموعد ما يستجيب العلاج الى الانتي بايوتك فلهذا أخطر شي بالانتي ميكروبيو الثيرابي انه انت تمطي دراج بالسبوستيرابيوتيك لفول يعني تمطيهاـ بليافول ميوصل الى الثيرابي أو انه ما يكمل الكورس مولة تريتمت ليش؟ لانه يعرض البكترية الى الانتي بايوتك هالمرة البكترية بدلا ما تمقتل لا هالمرة هاي سوفي فادي ميوتاتيشن يصير عندها رزيستنس افتهمتوها الفكرة هسه؟ سوف الأدفوزة واضحة واضحة؟ نعم، تمام، دكتور فإحنا أهم شيء، شوكيت يصير عني عندي هذا الـ Acquired طبعا الـ Inherent Resistance، أقدر أسوي إلى الشيء؟ لا، دكتور ما أقدر؟ الـ Acquired الـ Acquired من يجي؟ دائماً أحنا نجيب النفس نجيب من المسي وزمان الـ Antibiotic ليش؟ لأنه دائماً نأخذ الـ Antibiotic مرات بالـ Sub-Therapeutic يأخذ الـ Antibiotic مثلاً الأموكسيل الأموكسيل يأخذها أو الـ Antibacterial drugs دائماً على أقل الكورس مالتها سبع تيام مرات يطول الكورس يعني يجوز يطول 14 يوم وكو مرات من الدزيز يطول شهر كامل فليش إحنا نأخذ هذا الكورس بلاتها؟ حتى ننطي الـ Therapeutic ليس أنت تأخذ العلاج يوم يومين أخذ الـ Antibiotic شوية شاف نفسه نقطع الـ Antibiotic وهو يسوي بهذه الحالة أنه يحول البكترية من sensitive يحولها إلى resistant يعرضها إلى selection pressure فالبكترية نامت عندها mutation وراها من تقطع عليها الـ Antibiotic هالمرة صارت عندك mutant بكترية بكترية نامت 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 هذا الـ Acquire resistance يأتي عن طريق وجود فالـ Mutation تتعرض لها البكترية تحولها من responsive إلى resistance هذا الـ Mutation يحدث نتيجة وجود selection pressure هذا الـ Selection pressure وشوق يصير لما نستعمل الـ Antibiotic بالـ Sub-Therapetic Use أو مثلاً استعمل ما يلتزمون بالعلاج بشكل صحيح فالبكترية بدلاً ما تنقتل إذا ما نتزموها بالعلاج بشكل صحيح ستتعرض إلى Sub-Therapetic Dose يعني دوز أقل من الـ Therapeutic Level هذا الـ Dosing سيحفز البكترية أنه يصير عندها فلهذا المستعمل من الـ Antibiotic أو عدم أكمال الكورسات بشكل صحيح من الـ Antibiotic ممكن أنه يحول البكترية بدلاً ما يعالجها يحولها من responsive bacteria إلى resistant bacteria ويخلي العلاج بالمستقبل أصعب هذا بالنسبة لـ Drug Resistance Drug Resistance قلنا أكثر شيء يكون نتيجة وجود mutation هذا أو هذا التغيير يحدث عدة ميكانزمات من ضمن هذا الميكانزم واحدة منها الـ Genetic Alteration فمرات مثلاً الـ DNA يسوي أنه في Spontaneous Mutation فهذا الـ DNA من يسوي أنه Spontaneous Mutation حتى تتحول الـ Organism من responsive إلى Resistance وشاء الله الثانية يقولك Spontaneous Mutation or move from one organism وشاء الله الثانية هذه الجملة كلية مهمة كيف تتحول الـ نقل من الـ Organism إلى آخر؟ وشاء الله الثانية وشاء الله الثانية وهناك فشاء الله الثانية ومرات الشأن أنه أنت مثلاً تجي تأخذ أنت بايرتك قسم من البكترية تموت فهذا الجينات من يصير بها لإيسز للبكترية ومتطلع الجينات اللي بها رزيستنس ممكن أنه هذا القطع من الـ DNA تأخذها بكترية ثانية وتتحول فيما بعد إلى رزيستنس فإذن الـ Acquired Resistance أما يجي عن طريق وجود Spontaneous Mutation أو it can be acquired by genes that come from other organisms يعني لو بها الطريقة، لو بها ذي الطريقة فلهذا مرات مثلاً أنت هذه الشغلة مرزيستنس خطرية يعني لهذا تشوفها أكثر شيء بالـ Hospital Acquired Infections يعني مثلاً واحد بكترية واحدة سربية resistance فممكن الجينات مالتها تأثر على البكترية الأخرى وتحول أكثر البكترية المرضية إلى resistance أكثر البكترية الأخرى أكثر البكترية الأخرى أو يصر عندي زيادة بالإفلاكس أو نتيجة وجود الـ Inactivating Enzymes فمرات يصر عندي موتيفكيشن بالتارجت سايد يعني من يصر عندي ألتريشن بالتارجت سايد فبالتالي أنه يكون التارجت سايد ما يتحدوية الـ Antibiotic فمرات مثلاً الأكزامبل عليها أنه مثل ستربتوكوكس نيمونية تكون resistance توبتالاكتام مرات شون يصر الـ Resistance بيها عن طريق أنه يتغير الـ Antibiotic يتغير الترانسبيبتايدية الـ Enzymes اللي مسؤول عن الكروس لينكين فيتغير بحيث يصر unresponsive إلى البنسلين ولهذا يسموه أيضاً بالبنسلين باينيجو بروتين فمرات شون يسوي البكترية تسوي فتشينجز بالبنسلين باينيجو بروتين بحيث أنه خاصة بالستربتوكوكس نيمونية بحيث أنه البنسلين ما يقدر يجيئت تحت بيها فيصر الـ Hifid resistance جديد أو مرات يقلل الـ Accumulation يعني يقلل influx of the drug بحيث أنه بعد ما يقدر يدخل إلى داخل الجسد الإجزامبول عليها مثلاً بالـ Gram-negative bacteria الـ Gram-negative bacteria هي دائماً لها قابلية أنه تغير الـ Entry of the drugs كيف؟ الدكتور البورين تسد البورين فمرات أكثر في اسمه والـ Pورين وين موجود؟ بالبكتوري دوغليكا أو باللبيد لاير باللبيد لاير باللبيد لاير باللبيد لاير باللبيد لاير أكو هو لأنه زيادة بالإفلاكس من يكون مسؤول عن الإفلاكس؟ تعرفون يعني شون الإفلاكس؟ دكتور يعني خروج خارج الخليف؟ خروج إلى خارج الخليف؟ خروج إلى خارج الخليف؟ ماذا يسوي لهذا الإفلاكس؟ دكتور التransporter؟ Protein transporter ما يسمى؟ ما يسمى؟ غلاق crotin ما يسمى؟ غلايكو غلايكو مفلاق crotin يعني من يطلع يتكون فممكن أن يشتغل على أكثر من دوا واحد ويؤدي إلى زيادة الإفلاكس هذا البيك لائكو بروتين وين يكون أكثر شي موجود بالقرام نيجاتيف أو بالقرام بوزيتيف بالقرام بوزيتيف يعني ليش مو بالنيجاتيف الدكتور هو غير القرام بوزيتيف راح تكون طبقة سميكة يعني تكون البيك لائكو بروتين بيها أكثر لا بالنسبة للبيك لائكو بروتين وين موجود بالسل والا بالسل ممبرين من هو السل وال أو السل ممبرين السل ممبرين السل ممبرين ليش السل وال بيبطاله بلا كان ماتركس وبيليفت بايل لكن السل ممبرين هو اللي يطلع بيليكو بروتين ويطرد الأنتيبايتك إلى خارج الخلية إذا هو موجود بالسل ممبرين وين يكون أكثر بالجرام positive أو بالجرام negative بالنغative نغative الزم وهم خيناتهم البوزيتف والنغative عندهم نفس السل ممبرين فإذا هذا البيجليكو بروتين وجوده ما لا علاقة لا بالنغative ولا بالبوزيتف وجوده موجود هنا أو موجود هنا الزم بالنسبة للميكانيزم مال الانتري أو البورين وين موجود أكثر شيء بالجرام negative لو بالجرام positive النغative البورين بالجرام negative البيجليكو بروتين وين موجود نكتور وين موجود البوزيتف والنغative البوزيتف والنغative البوزيتف والنغative هو بس الممبرين ثاني ناتهم فإذا هذا هو موجود بثاني ناتهم جيد فإذا هذا تشوفون بالنسبة للبنسلين يتأثر بالبيجليكو بروتين لو ما يتأثر لا لأنه هو ما يدخل للسلممبرين لا لأنه هو ما يدخل للسلممبرين هو بس أسترلو فما يدخل خلال السلممبرين فإذا ما يتأثر بالبيجليكو بروتين أو بالإفلاكس بان لكن باش يتأثر مثلا البنسلين ممكن يتأثر بالبورين أين بالقرام نيكتف بكترية شوفوا بالقرام بوستيذ بكترية بالستريبتو كوكس بأن شوني كانت الميكانيزم مالته بس إن سؤال بيتا لكترية أو عن طريق البيتا لكترية أو change بالtarget side فهذا الميكانيزم وين شفناها بالستريبتو كوكس نيومونية لكن هل قدرة استريبتو كوكس تعتمد على تغيير البورين لا قلنا بس بس النقاتب بس النقاتب تغيير البورين فلاذا شويت استريبتو كوكس نيومونية ما عدها بورين حتى تغيير وما تدخل البنسلين قامت تطلع شغلات جديدة مثلا طلع بيتا لكترميز أو شو تسوي تروح على البنسلين باين لكوكس نيومونية تغيير التارget مالته تغيير السايل بحيث ما يتفعل ويلة ببورين وفي هذا تشوف انه مرات مثلا النقاتب يعني هي مثلا هذا البورين يعني يعني هي الاروح لها حتى تسوي يسترس انه تغيير بالبورين لو تغيير بالبورين باين 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 المترجم للقناة 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 أو يصير عندي deactivating enzymes نشوف بالنسبة لل beta-lactam antibiotics جماعة البنسلين beta-lactam antibiotics ممكن يصير الرزيستنس بطريق زيادة الإفلاكس لا دكتور لن يدخل على السل ممبرين يدخل على السلوط لأن الإفلاكس أكثر شيء بالسل ممبرين فلاذا تشوف الإفلاكس دائماً يأتي بأس الثربي ثلاثتها هي lipid soluble ثلاثتها تعبر إلى داخل الخلية فلاذا أكثر شيء الرزيستنس يصير عن طريق الإفلاكس فلاذا تشوف ال beta-lactam لا يتأثر بالإفلاكس الزياد ال beta-lactam decrease بالpermeability وين يصير بيانا عن البكترية أكثر شيء بالجرام نيجيتف بالجرام نيجيتف لأنه ال beta-lactam ال-change بالtarget side أو وجود ال-enzymatic inhibition أكثر شيء يصير بالجرام positive آيام خلياً بقاننا زين الماكروليد انتبايتكس هي جماعة ال-erythromycine هي همينا protein synthesis inhibitors فالماكروليد انتبايتكس أكثر شيء تصير نتيجة وجود change بالtarget side أو نتيجة وجود افلاكس أو نتيجة وجود ال-enzymatic inactivation زين الماكروليد ليش ما بي ليش البكترية ما تقدر تغير ال-permeability الماكروليد الماكروليد طبيعتي بي بي يكون highly lycopylic فبالتالي ليش البكترية ما تغير ال-permeability مالتا لا نواصل ال-diffusion ما يدخل عن طريق ال-poreings ما يدخل عن طريق ال-poreings في هذا ما تقدر تغير ال-permeability مالتا خاصة حتى بالـ- لكن مثلا ممكن نتغير ال-target side أكثر ال-protein synthesis inhibitor أو أكثر ال-antibiotics ستشوفه ممكن يصير عندي resistance بتغيير ال-target side لكن مثلا الماكروليد هو طبيعته lycophylic فإذا هو lycophylic البكترية يش تفضل تقلل ال-permeability مالتا لو تزيد ال-iflux تزيد ال-iflux تزيد ال-iflux مالتا أو يصير عنده يعني ال-hydrolytic enzymes السلفوناميد مثلا ال-resistance أنه يغير ال-target side يعني إخذنا السلفوناميد أكثر تشتغل على البابا يعني تحويل البابا إلى فليك إسد يعني يتغير البابا إلى فليك إسد عن طريق وجود enzymes معينة فإذا تغير هذا الإنزيم يصير عندي resistance إزين وعدنا بالنسبة للتتترسايكلين التترسايكلين كل أنواع ال-resistance ممكن يصير بها وهذا يكون moderately water-soluble ممكن التتترسايكلين عن طريق تشينج بالtarget side أو تشينج بالpermeability أو بالإفلكس أو عن طريق enzymatic deactivation الترسايكلين فقط بال change of the target والفانتوميسين أيضا من خلال change of the target فهي حتى تسهل يحفظ مؤلتها إنه هسا لما يجيك مثلا what is the mechanism of resistance of bacteria resistance to the following antibiotic خلي ببالك إنه البكترية ممكن يتغير التارget side اتجاه كل الانتبايتكات يعني كل الانتبايتكات ممكن يصير بيها resistance عن طريق change of the active side هسا هاي سهلة حفظت هاي دكتر الانتبايتكات من تبتاعد الانتبايتكات نشوف انه اكثر شي لغرام positive هي التغير بالهاية بس بقيت الانتبايتكات هل انه التارget مالتها بالسل وانه موجود داخل البكترية داخل البكترية فلهذا نشوف انه اكثر الانتبايتكات اكثر الانتبايتكات موحدة من الميكان زمالتها انه change of the active side يعني كل الانتبايتكات ممكن البكترية يسوي resistance لها بالchange of the active side ما عدا البيتالكتام اكثر شي change يصير بلغرام positive ممكن يصير بلغرام negative لكن اكثر شي بلغرام positive زين هاي بلغرام 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 مو اكثر ميكانزمات وماذاك هنا ميكانزمات هي لو يقلق الpermeability لو يزيد الافلوكس لو يسوي change بالactive side لو يسوي enzymatic inhibition لا ما احنا اخذنا عليه بالسلفة هو يزيد البابا يعني production امود من يقلل لا السلفة شي سوي مو يزيد البابا production السلفة يغير البابا يحولها الى تتراهودرو من طريق وجود انزيمات فالتغيير وين يصير بالانزيم اه نعم تفتهمتني فاللهذا ما عندي هي هاي الميكانزمات الاربعة فاللهذا انه كل البكتريا تقدر تغير الـ و تصير الـ الانتيبايتكات اتجاه كل الانتيبايتكات فهذا هاي الميكانزم تقدر تحطها على كل الانتيبايتك نعم خلاص زين نعم يبقى شغل الثانية انه resistance due to the decreased accumulation decreased accumulation اما يقلل الpermeability او يزيد الـ الفلوكس الpermeability ممكن تقل لثلاث انواع من الانتيبايتكات اللي هي الفلوروكوين الالايينس والبيتا الكتام وال التترا سيكلي زين ممكن يغير النا من الpermeability التمالة دكتور ممكن من ممكن لدي الانتيبايتكات اكثر شي مثلا هو التغيير الpermeability الشان انه تتغير عندي البرينز بحيث من تتغير عندي البرينز بعد ما تعبر الدراج الالداخل اللي تتأثر بال البرmeability هي الفلوروكوين الالايينس وال بتال اكتام وتترا ساكن يصر عندي resistance عن طريق الافلاكس الافلاكس هم يعني فلوروكوين والمكرو والتترا ساكن هو اللي يؤدي الى زيادة الافلاكس الانزاينس تطلع على البيتالاكتام او تطلع على الامينو غلايكوسايد والكلورو فينيكول او المكرو والتترا ساكن زيادة فهذا واحدة من الاشياء نحفظها انه ممكن البكتيريا تغير التار تجاه كل الانتبايتكات ان شاء الله الثانية نحفظها انه الاربع ميكانيزمات تشتغل على التترا سايكلين زيادة شاء الله الاخر من نحفظها انه البيتالاكتام اكثر شي عنده يعني الافلاكس ما موجود بي بس اكثر شي يكون change بالpermeability او change بالdrug resistance او يكون عندي enzymatic inactivation فمثلا عندي الرفام بس سلفون امايد التريم ثبريم زين والكلندما يسين اكثر شي او الكلندما يسين ذول بس ميكانزم واحد بيه بس change بالdrug resistance هذا الجدول الحفظ صار سهل او صعب ايه دكتور زين سهل فهذا يساعدكم هذا الجدول بالمسكو لمن تجي التمثلا الحفظ المسكو مرات يقول لك مثلا the possible mechanism of resistance of bacteria ترى في السنة عذرا ليسسل او الوهم او 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 مهام من الـTable وكما وضع لخ مهام هي هذا الموضوع Determination of Rational Dosing أول الروس of administration المتضيف 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 اشتركوا في القناة 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 هل هو أفضل؟ هل هو أفضل؟ هل هو أفضل؟ هل هو أفضل؟ حسنًا فهذا يعني أنه أعطي الـ IV لفترة طويلة أفضل؟ بالنسبة للـ Rational Dosing دائماً نحن يعتمد على الـ Pharmacodynamic اللي هي أكثر من اعتمادنا على الـ Pharmacokinetic نحن دائماً بالـ Dosing كأي دراج لما نريد تحدد الـ Dosing على شونه تعتمد؟ الـ Kinetic لو الـ Dynamic الـ Kinetic دكتور؟ نعتمد على الـ Kinetic بس بالـ Antibetic لا ما تعتمد بس على الكائناتك تعتمد على الـ Dynamic أيضاً لماذا؟ هل تعتمد على الـ Antibetic؟ لا بالـ Antibetic شنو؟ تذكرون من درسنا الـ Receptorات الـ Receptor يحتاج أنه يتصل بالدراك فترة طويلة؟ لا لا يعني هو بس الـ Hitting كافي انه بس يجي يسوي وهو بعدين يتفعل الـ Receptor حتى يصير عندي افكت للدراك يحتاج انه الـ يكون تعتمد على الـ لا ما يحتاج لكن بالـ Antibetic مرات البكترية مو بس الـ ما يحتاج ق mereka ثم يتعلم المساة هل تعتمد أنه ملات المهمة؟ الإستقامة الإستقامة بالdrug concentration بالنسبة للdrugs العادية بس مجرد توصل للبيك حتى لو في the brief period of time هي كافية يعني هذا الهتنك هو كافية أنه يحفزنا الريسبتر بس بالنسبة للأنتيبايتك لا لازم أن الأنتيبايتك يصير يجب أن تجد تجد بيكتيريا لتجد بيكتيريا فالهذا لازم يكون فترة أنه بقاء الانتيبايتك بلفل أعلى من الترابيوتك لازم تكون الفترة مالتا أطول حتى يقدر نضمن التأثير أفضل فهذا عندنا الانتيبايتك أكو قسم منها الانفلونس مالاته قد يكون concentration dependent مرات يكون time dependent اللي هو الconcentration dependent أو الpost antibiotic effect هاي الثلاث مصطلحات مهمة زين الثلاث مصطلحات هذه مهمة زين بالنسبة للconcentration dependent الconcentration dependent اللي همشي أنه أحصل على peak concentration عالي يعني بس مجرد أصل في peak concentration عالي فبالتالي ممكن أحصل على killing effect فهذا ما مهم هذا النوع من الأدوية ما مهم أنه شقد التايم بقى الليفل عالي بس مجرد أنه أحصل على لفل عالي فلهذا مثلا هذا الconcentration dependent مرات أقدر أنطيها once daily زين وممكن أنه يسوي rapid killing of the organism أكثر شيء هذا النوع من هذا النوع من الantibiotic من يكون الconcentration dependent يعني بس مجرد أنه يوصل للدراج للpeak فممكن أنه يسوي the killing of high proportion of bacteria أو قد يكون الدراج عند post-antibiotic effect post-antibiotic effect أو PAE أنه الدراج من يسعد الليفو مالتا رأسا يتجمع بداخل البكترية وبعدين ينطينا l-effect مالتا على مدى على مدى الزهر فهذا يسموه الconcentration dependent هذا الconcentration dependent أنه بس يحتاج أنه أصل للpeak فمثلا البكترية بالأمينو غلايكوسايد يزيد بس مجرد أنه يرتفع الليفو مالتا 4 إلى 64 مرة بقدر minimum inhibitory concentration فبس شوي أعبر minimum inhibitory concentration وبتركيز عالي لفترة قصيرة هو يكون كافي لقتل البكترية هذا نسميه بالconcentration dependent يعني المهم أنه أصل إلى تركيز عالي ما مهم الفترة الزمنية جدا ال-time dependent مثلا موجودة بالglycopeptides الماكروليد كليندا مايسين أو الينيزولايد فهذول دائما يكونوا مو concentration dependent يكونوا time dependent يعني الـ peak لازم يبقى عندي فترة شوية طويلة أو يبقى أن الـ 1 الـ antibiotic في الفترة طويلة فوق الـ concent دكتور يعني يتأخر بفعل الموات مو مثل ذاك يعني ذاك بس مجرد أنه يوصل للبيك وينزل يعني حتى لو بعد فترة قصيرة ينطين افكت هذا لازم يعني يبقى الليفل عالي لفترة طويلة يلا ينطين افكت فيسمو time dependent وهذا time dependent مثلا عندنا glycopeptide عندنا الماكروليد كليندومويسين واللينيزولايد اللي هي تلافتها هاي الأخيرات مقبئة الاكتام يعني هذي كلتا هي time dependent يعني بكتور عندما ينطين مواتف ما يصر شي به يعني تبقى الـ high مواتف لازم تطول الفترة يعني حتى توصل الـ peak شون الهد هو بال time dependent من زي the concentration من زي the concentration ما الجرعة زين حي الوقت ما لاتنا رح يظل نفسه لو رح يسرع الوقت لو كش ما يصبح الوقت time dependent لازم يعني فترة يكون الـ peak عالي فترة طويلة الـ peak حتى الـ concentration dependent لا يعني ما يحتاج انه الـ peak يكون عالي لفترة طويلة زين الـ concentration يعني يعتمد اللي تحمل التابلت من المادة الكيميائية اللي يدخل على الخلية لا الـ concentration dependent يعني شنو يعني بس مجرد كل ما زيد التركيز كل ما حصل على انتاج أفضل بالنسبة بالنسبة للـ time dependent هنا زيادة التكمية مال الدو مثل الطين نتيجة أفضل لكن زيد الفترة الزمنية لتعرض الدو دكتور هاشون زيد هاشون زيد الفترة الزمنية أما تسوي multiple dozing بخيث أنه level يبقى شوية عالي إذا تسوي مثلا dozing كلما تزيد الفترة مال تأكثر زيد عندك الفترة اللي تكون بها antibiotic free period يعني الperiod اللي ما به antibiotic فش يسوي من سوي frequent dozing زيد عندك الفترة الزمنية لأن antibiotic مال تكون ضمن مستوى عالي هاي واحدة من الشغلات أو مثلا أنه يتلعبون بالpharmacokainitic مال يتلعبون بالformulation ينطون extended formulation بحيث أنه يبقى المال تعالي لفترة طويلة مو اللي يسوي كلش عالي بس يكون ضمن علو معين فداهم the clinical efficacy of these antimicrobial it is best predicted by the percentage of time that the blood concentration of the drug remain above the minimum inhibitory concentration which is predicted by percentage of time that the blood concentration remain above the minimum inhibitory concentration يعني الفترة الزمنية اللي يبقى لدراك بيها أكثر من minimum inhibitory concentration كل ما يكون هذه الفترة أطول كل ما يكون الـ effect multi أفضل إذا كان time dependent زين فإذن هذا إذا كان time dependent زين أكو فدميزة إذا أنطيب الجرعة عالية انطيني تأثير أحسن إذا أزيد الجرعة أي دكتور يعني time احتمالي قل أكثر من الجرعة القليلة لا إذا time dependent لأنه ما كو فايدة أظن زين بالجرعة ش سوي الدوزين أسوي more frequent دوزين حتى تبقى level multi عالي لفترة أطول من الزمن مو أنطي جرعة كلش عالية إذا كان concentration dependent لا أقدر أنطي جرعة كلش عالية فإنطيني اختلاف بالتأثير هذا الفرق بين time dependent وال concentration dependent فيكتوريا أي معنات من أن العلاج أكرر أكثر من مرة أكرر العلاج أكثر من مرة فمثلا يقول لك البنسلين والسفلوسبورين ensure blood level greater than the minimum inhibitory concentration for 50 to 60 percent of time يعني مثلا من أجان البنسلين والسفلوسبورين لازم الفترة مع العلاج يعني أكثر الفترة مع العلاج لازم 50 إلى 60 بالمئة من عدها لازم يكون الدرغ أكثر من minimum inhibitory concentration زين يعني مثلا أنا العلاج مثلا يطول 24 ساعة لازم تقريبا خلال 12 إلى 15 ساعة باليوم لازم level من البنسلين والسفلوسبورين أكثر من minimum inhibitory concentration زين يعني لازم الفترة اللي يكون اللي دراك فوق minimum inhibitory concentration فترة أطول يلا يقدر يطيني تأثير بكتور يعني يحتاج long time concentration عالي فلي هذا شن سوي بالبنسلين لو نمطي extended يعني ما نمطي extended formulation أو زيد الدوز frequency أو نمطي continuous IV infusion instead of intermittent dosing زين تنطي continuous لو تطي continuous لو تطي continuous لو تزيد دوزين مال يعني بدال ما تطي بشكل متقطع تنطي بدال ما تطي بشكل متقطع فتنطي زيد الدوز frequency أو تنطي extended release preparation أو ش تسوي زيد الperiod مال infusion حتى تطي prolonged effect فدائما يقول لك مثلا هذا النوع من الدراكس لازم نسوي قسم من الدراكس مثلا فلورا كوين alliance أو الفانكو مايسين هذه لازم نسوي optimisation للratio of the 24-hour area under the curve إلى minimum inhibitory concentration فهذه الرشية تطي شنو هي نسبة الarea under the curve على minimum inhibitory concentration لازم يا دكتور نسبة شنو الarea under the curve تعرف الarea under the curve شتمث لك يعني يعني إذا كانت النسبة كبيرة فمعنات إنه الإدراك يكون time dependent يعني إذا كانت مثلا الarea under the curve على minimum inhibitory concentration عالية يعني معنات إنه الإدراك time dependent يعني يحتاج إلى فترة زمنية أطول حتى ينطينا التأثير then لكن لكن إذا كان مثلا الarea under the curve على minimum inhibitory concentration المطلوب وتكون أقل فمعنات إنه شنو يعني 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 شنو تعرف إنه هو الconcentration والtime dependency دائما نشوف نسبة الarea under the curve على minimum inhibitory concentration فهذه كل ما تكون النسبة أكبر يعني معنات إنه لازم إزيد الconcentration أو إزيد الTIME إذا كان الTIME dependent فإزيد الTIME إذا كان الTIME dependent إزيد الTIME حسب نوع الantibiotic الTIME الTIME هو الTIME فهو بما نسبة الTIME لأنه يبا بي post antibiotic effect شوف هذا الشكل دكتور يعني ظل متأثر الجسم مالتنا بال anti-biotic لا هو مو يظل المتأثر الجسم إنه هنا أنا مرات مثلا البكتيريا أكو بكتيريا تريد تراكيز عالية كل ما تزيد التركيز كل ما يزيد عد هات كذين هذي يسموها concentration dependent أكو بكتيريا ما أكو فائدة إنه الزيد التركيز لازم تزيد الفترة اللي تتعرض لها البكتيريا إلى الإدراك يعني تتعرض وإنه تزيد بس ما كو فائدة من زياد التركيز هذا يسموها time dependent فمثلا هسا هنا التبراميسين جايب شمسوية التبراميسين التبراميسين دي ينطي ودي يشوف الكلنق مالتا يعني أخذ بتراكيز مختلفة مرة ربع المنمم الهيباتري مرة المنمم الهيباتري مرة 4 ضعاف مرة 16 ضعف مرة 64 ضعف فشاف مثلا بالتبراميسين اللي هو نوع من أنواع الأمينو غلايكوسايد إنه كل مدى زيد التركيز كل مدى يكون عندي الكيلنق همين أكثر وهمين أسرع زين شو كده يصير هذا الكيلنق أكثر وأسرع كل مدى يعني السرعة أكثر وكل مدى زيد التركيز فهذا مثل هذا البروفيل صار concentration low time dependent concentration نعم التركيز يعني إذا نعتمد كل مدى زيد التركيز كل مدى يطيني تأثير أفضل جئنا على البيبراسلين البيبراسلين هو نعم الأنواع البيبراسلين هو نعم الأنواع البيتا لكتام انتبيوتكس فالبيتا لكتام طبيعة time dependent هذا إذا زيد التركيز تشوف عندك زيادة جيدة بال killing يعني يشوف الفرق بين 64 وال 16 وال 4 هكذا فروقات بين قوية قليلة بس هنا نشوف جيد الفروقات قائل فإذا تشوف أنه زيد التركيز يعني تلما توصل 64 مرة هذا وصل للتوكسيك حتوصل للتقريب التوكسيك وماذا يزيد عندي هذا فهذا نقدر نعتبر concentration dependent ونحن 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 أفل ونحن ماكو فايد أنا وزيد التركيز هذا بنسبة بتال بيتال اقتام مثل مكرو لديك لنعم أفل زولاية هي time dependent بينما عندك الامين و دب ماكو هي concentration dependent هذا الفرق بين الTIME والCONCENTRATION DEPENDENT الOPTIMIZING THE RATIO OF THE 24-HOUR AREA UNDER THE CARE دائماً سنشوف الARIA UNDER THE CARE مدة 24 ساعة عالMINIMUM INHIBITORY CONCENTRATION فدائماً إذا كانت الARIA UNDER THE CARE عالMINIMUM INHIBITORY CONCENTRATION عادية يعني هذا معناته أنه يجب لو أزيد الTIME لو أزيد الCONCENTRATION أغلب الأحيان هو نزيد الTIME الTIME OF EXPOSURE عفو دكتور احنا مو قلنا إذا كانت النسبة عالية معناها الTIME DEPENDENT وزيد الTIME أما إذا كانت النسبة عالية أكثر شيء الTIME فإيقلك an overall exposure of the drug during the dozing interval and takes into account the concentration as well as the time فهنا نقوم ما تكون هذا النسبة عالية هنا نفكر بالCONCENTRATION والTIME لازم نحاول نرفع فإذا هو CONCENTRATION DEPENDENT لازم شنسوي نرفع التراكيز إذا هو TIME DEPENDENT لازم شنسوي نزيد هنا مو مهم مو إلا نرفع التركيز تخلي التركيز شوي يكون أكثر بس لازم نزيد الperiod of exposure شون نزيد الperiod of exposure بدون توصل التركيز عادي لو أسوي more frequent dozing يعني أقلل الdoze وطيها more frequently يعني أطيرتك كل ثمانة ساعات كل ست ساعات أو أنه أيضا أسوي الشغلة الثانية أنه ينطوع على شكل IV أنه ينطوع على شكل IV infusion وزاي واضح تمام دكتور وان هاي المواضيع المهمة لي يعني شوي بيصعوه بل انتباك ربي والترابي وهاي يعني من نجح على الانتبايتكات يعني يستمثلا أي انتبايتك أي فاميدي تعرفون mechanism of resistance يعني منها التراسيكلين الأربع mechanism النكلوروفينيكو لا mechanism لو انظاماتك inactivation لو change بالتارجت يعني كل هم ينشلون بيها إذن الpermeability تقل الpermeability لتلاثة وما التراسيكلين والتراسيكلين يشملهم كلهم بذن والchange من permeability هم تلاثة فلوروكوينيكو بيتا لكتا وتتراسيكلين طبعا الانف افلوكس يزيد ويا من الفلوروكوينيكو ومكرو والمكرو والرزيستنس الانزيماتك انكتبايتك عندك الامينيو غلالكوسي والكلور في نكون عن طريق الاسيتي لتراسيكلين بيتا لكتا وعن طريق البيتا لكتاميز هاي تطلع الانزيمات الزايدة بتكسير والبكتري طبعا مشاكل الانتبايتك بصورة عامة اول شي كل الانتبايتك ممكن يصر لديها الهيبرسنسيتي ذاتي غربة يعني التحسس زين التحسس شي سوي لي مثلا ريدمان سندروم زين او قد يكون عندنا ريدمان سندروم يعني النحمرار نتيجة الانامفلاكسي او الارتكارية او قد يكون عندي ستيفن جونسون سندروم او توكسك افديرمال نيكرولايز راكشن هذا بالنسبة الهيبرسنسيتي سوبر انفكشن تعرف ليش يصير سوبر انفكشن ويانو من الانتباط التحسس عني سوبر انفكشن البرودي سبكترم او نيرو سبكترم البرودي سبكترم البرودي سبكترم ويكون دارا توكسي تيكو قسم من الانتباط بيها توكسي افكترم يعني مثلا عندك الكلورون فينيكول بطبيعته انه يشتغل مثلا على الميتو كوندرية الكلورون فيليكول ممكن يشتغل على الريبوسوم ويضعفونا حمل الريبوسوم فيسمونا حالة اسمه الري سندروم الامينو غلايكو الساعد مثلا بيها autotoxicity بيها neurotoxicity بيها nephrotoxic افكتر هزا هذي دالبي direct toxic عكش البنسلين بيها direct toxicity لا ما بيها ما بيها ما بيها فنحظ نشوف شوية protein synthesis inhibitors لا اكثر بيها ساعد بيها خاصة الامينو بيها دكتور بس البنسلين هم يسلوا حساسية اكو حساسية ما ببس البنسلين ونحن نقول direct toxicity لو دا احشة عن الحساسية هزا نحن اه سمية اي تمام السمية هو البنسلين بيس سميتة قليلة بس طبعا يسوي كلها تسوي حساسية مو بس البنسلين والبنسلين تحطى ويزر البرودي سبكترون لو نرو Grass wall superinfection 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 ويزر البرودي سبكترون فخاف مثلا نقول لك يعني مثلا نستعمل لك البنسلين V من من يسوي مثلا اكثر superinfection البنسلين V لو مثلا الامبسلين ممكن هذي يسوي الامبسلين مثلا سوي superinfection تأخذ مثلا برودة بين الانتبعات في الانتبعات يجب أن تخفيط سوى المرافق لاحظة سوى المرافق بلاحمة سوى المرافق زد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر سريع نانسي قنقر استجBl واحد بل كما نانسي قنقر كم نانسي قنقر مع الأغونيس والإنتاغونيس وصلنا عليك لكملنا ناتشور والسيميسيفاتيك تقابل وصلنا لا ايه فلسا كمين أنت بايتك يعني اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هيا فشوفوا ذنني الانتبايتكات البنسلين هذا البنسلينز والكاربابينيمز والمونوبكتام والذني كلية هاي جماعة شنو نعتبرها البيتالكتاميز هاي البيتالكتام بكتام هاي فالبيتالكتام هي تتأثر بالبيتالكتاميز هسا عنا بالنسبة للسلول سنتيسزين هابيترز ننقسم السلول سنتيسزين هابيترز الى نوعين اما انه عندي جماعة البيتالكتام انتبايتكس اللي هي تشملين البنسلين والسيفالوسبورين والكاربابينيمز والمونوبكتام والنوع الثاني جماعة البيتالكتام جماعة البنسلين جماعة البنسلين تنقسم إلى أربعة قسام هذه هي نارو سبكترون بنسلين سنتيك أنتسيودوموني البنسلين وأكو أنتستافيلوكوكس بنسلين عندنا واحد من البنسلين برود سبكترون ممكن أن نرى لو أكستند إصفر لو بيهم برود نارو سبكترون بي السنثيك اللي هو نارو سبكترون بنسلين هذا سماسيثيك كس تندد سبكترون أو أكون أنت سيودومونال أو أنت استافيدوكوكس أكون بيهم أحد برود سبكترام هذا أنواع البنسلينات أكون بيهم برود سبكترام أكثر واحد من البنسلينات اللي تكون بيها أكثر سبكترام بالنسبة للبنسلين وين نشوفها؟ نشوفها بالإكستانديد سبكترام اللي هما سمى سنفتك زين؟ ف هذا بالنسبة للنشلل النشلل من البنسلين الأنواع مانتها نشلل من البنسلين الأنواع ما شان؟ الأنواع مو قلنا G و V ما الناترال G وال V G وال V والبروكاين البنسلين البنسلين G اسمه بنزل بنسلين هذا البنسلين G أو البنزل بنسلين دائما نطي إي V نفس البنزل بنسلين مرات يحطونه بروكاين هذا البروكاين هي مادة مخدرة بالإضافة إلى أنه هي مادة تخدر تخدير موضعي وبالإضافة إلى هذا أنه تسوي 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 للبنزل بنسلين بالمصول في زيد البروكاين يعني سوي فهذا ممكن ننطي أو البنسلين V اللي ننطي أورالي بس البنزل بنسلين أو البنسلين G ليش ما أنطي أورالي يتكسر بالمعدل يتكسر بالمعدل بروكاين بنسلين هو نفس البنسلين G بسحطوه إلى بروكاين بروكاين هو مادة مخدر موضعي يقلل الألم ويزيد البروكاين والبنسلين V اللي هو اللي ننطي أورالي هذي بطبيعتها تكون مور أغانست جرام بوستيف بكترية خاصة استروبتو كوكاين وهذا نسمي نارو اسبكترم بنسلين أكثر شي تشتغل على استروبتو كوكاين أنت تعرفون الجرام بوستيف بكترية الجرام بوستيف كوكاين كم نوع عد منو اللي تكون رزيستانت اللي تكون أكثر 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 بوستيف بكترية بالإضافة لتأثير على الجرام بوستيف بكترية يأثر على سبايروشيتس سبايروشيتس هي نوع من أنواع الأتيبيكال بكترية وهذا السبايروشيتس لدينا واحد من الأورغانيس اسمه ريبانوما باليدام اللي يسوينا السفلس فلهذا كأنتي سفلس الدراج اللي هو المفضل البنسلين جي مزيلا وأيضا ممكن تشتغل على limited anti-gram negative effect limited فقط النيسيريا غوناريا كل هذا البنسلين جي فممكن أنه يعني good effect على sexually transmitted disease يعني الثاني ممكن يشتغل على spirochete اللي تسبب على trepanoma باليدام أو ممكن أنه يشتغل على مرض اللي تسبب أنه مرض السفلس أو يشتغل على مرض القناري اللي تسبب النيسيريا قناري النيسيريا قناري هذه جرام negative cocaile أو باس الله دكتور بس هل سأل نيسيريا قناري هاي cocaile أو باس الله باس الله باس الله لا coca نيسيريا قناري coca coca gram negative coca زي فليهذا يكون يكون not effective against staphylococcus يعني بالنسبة يشتغل على gram positive بس streptococcus بالنسبة للgram negative يشتغل بس أن يصير ريجوناريا ويشتغل على spiral sheets فليهذا يعتبر narrow spectrum antibiotic جو يطلع من عند الأموكسسلين الأموكسسلين اللي هو والأمبسلين الفرق بين الأموكسسلين والأمبسلين أنه الأموكسسلين الحاف لايف مالت شوية أطول من الأمبسلين فليهذا الأموكسسلين ينطو ثلاث مرات باليوم الأمبسلين ينطو أربع مرات باليوم كل ست ساعات هذا يمكن أنه أنطيها oral أو برانتراض لذلك يعني بالأموكسسلين فرقها عن النتو أنه لا تتأثر بالأسد بي أج يعني تكون رسيس للأسد بي أج فهننا من حضروها من النتو صار بيها two advantage الأدفانتج الأول أنه تكون يعني لا تتحسس للبي أج فتكون stable بالبي أج الأدفانتج الثاني أنه صار تت سبكترم شو صار سبكترم فعدها إفكت صار إفكت علي من عن غرام نكاتف بكترية مثلا الهيموفيل انفلونزا والإيكولاي والبروتيا سميرابيلز وأيضا بيها بالإضافة أيضا تأثير على غرام بوستف بكترية مثلا الستيريا مونيو سيتو جنس والانتيرو كور فلهذا صارت الأمبسينيز بيها اكستين دي سبكترم مثل الليبنسيني نجيب صار الإكستنشن صار عدها مور إفكت على نكاتف وصار بيها أيضا إفكت على قسم مونيو بوستيف مثلا الستيريا منوس والانتيرو كورتان فلهذا سموها إكستين سبكترم أنتبايت دي سبكترم دي سبكترم دي سبكترم دي سبكترم دي سبكترم دي سبكترم أطول فإن هذا نلطي كل ثمانة ساعات قللنا الدوز مال قللنا الدوز في فرقونسي الامبسلين الهاف لايف مال تأقل فإن هذا نلطي كل ست ساعات تمام دي سبكترم أزي فهذا صارت شنو بالامبسلين ولموكسلين أنه صارت بها إكستنشن بالسبكترم بدا لما تشتغل بس على كوكاي هس لا كوكاي بلاح有ل من النغال مثلا الانتيرو كوكاي الإيكولاي البروتوس ميرابلز عفو غام يشتغل على الانتيرو باسل لاي أو يشتغل مثلا الإيكولاي والهيموفيليس والبروتوس ميرابلز أو غام يشتغل على الانتيرو كوكاي أو مثلا السياري منو سايتر جنس فشوي صار بي يعني سبكترم مالتا أضمن نوع الآخر هو الأموكسي الأموكسي كلاف بأموكسسينين وكلافيولينيك أسيد هذا الكلافيولينيك أسيد يشتغل على البيتالاكتاميز إنزاي فهذا البكترية من أطلع بيتالاكتاميز يسوي له إنيباشن في زيد الإنظار مع الأموكسي سينين يعني يقل لنا الهزيزيزيزين هذا الفرق بأموكسي كلاف عن الأموكسسلين العادي إنه بيه كلافيولينيك أسد والكلافيولينيك أسد هذي قليل الريزيستنس إنتوا شايفين الأموكسيكلافش قد القوة مالت 625 مين جاي 625 هو الأموكسي الخمسمية ويا 125 كلافيولينيك أسد فسو مو 625 زين وأكو أبو 1250 لكن هو يضيفون الأكلافيولينيك أسد أموكسيلي بهذه النسبة تشوفون الأموكسيكلاف حتى يطوب دوز أقال ينطو مرات مرتين باليوم بينما الأموكسيسلين ينطو ثلاث مرات باليوم هذا هسا الـ Extended Spectrum إحنا وين تواجهنا المشاكل بالرزيستنس بها نوع من البكتورية بقنا نوعين من البكتورية أكثر بكتوريتين فيها 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 طلعوا طلعوا نوع من البنسلين سموه Antisydomonal Penciline هذا Antisydomonal Penciline أكثر شيء يشتغل على السيدومونس ولا Gram-negative في المنظمة طلع عنها البيبراصيلين والتكارسيلين أو عن البيبراصيلين زائد تازابكتام هذا البيبراصيلين والتازابكتام التازابكتام هو Penciline's Inhibitor فيضيفوه البيبراصيلين شي سوي يزيدن الاكتيفتي ضد البيت على الاقتميز بروديوسين بكتريا هذا أكثر شيء الAntisydomonal Penciline والبيبراصيلين والتكارسيلين أكثر شيء يمطوها against البيبراصيلين بروديوسين السيدومونس إيروجينوزا السيدومونس إيروجينوزا أكثر وحدة بهم مشكلة فطلعوا قسم البيبراصيلين تشتغل على السيدومونس إيروجينوزا اللي منضمنها هي البيبراصيلين والتكارسيلين أو اللي البيبراصيلين يضيفون ويا هذا بكتر البكترية اللي خليه منه بيه مشكلة Staphylococcus أو Staphylococcus طلعوا Antisaphylococcus Penciline اللي منضمنها المثل سنين والكلوكزا سنين والأوكزا سنين وكلوكزا سنين ونثل سنين والفلوكزا سنين هذه أكثر شيء تشتغل على البنسلين is producing ground positive وأكثر شيء تشتغل عليهم على Staphylococcus مو طلعوا الAntisaphylococcus بنسلين لأنه Staphylococcus اطلع هذا البيتالاكتميز إنزاي فطلع Antisaphylococcus بنسلين وقام يشتغل على Staphylococci الStaphylococci قسم قام يصر عندها resistance هذا النوع من البنسلين فالسلالات اللي قام يصر عندها resistance قام يسموها Methicilline Staphylococcus اللي هي المرسة لكن اللي تستجيب للAntisaphylococcus بنسلين اللي هي يسموها Methicilline sensitive Staphylococcus Staphylococcus aureus الزين فهذا المرسة هي هنا مشكلة المرسة إنه بها resistance عالية و resistance ما تكون عالية إلى Staphylococci فإحنا هي أكثر شي البنسلين يمين تيجي resistance تيجي من البتال الكتامين بال بنسلين فاش سوا طلعوا Antisodomonal penسلين لأنه السودومون سيطلع بنسلينيز إنزاي بكمية عالية طلعوا Antisodomonal بنسلين وجابوا الAntisodomonal بنسلين ببراسلين رحوا هنضافوا لتازبكتان بس حتى يخلصون منيش من البنسلينيز أو من البتال الكتاميز الاستافيلو كوكس أوريز همين بيها بيتال الكتاميز عالي طلعوا لها طلعوا لها Antisodomonal penسلين طلعوا أنواع 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 المثل سنين والأوغزا سنين والنثل سنين والفلغلوغزا سنين طلعوا أنواع من عندها جمعوا الاستافيلو كوكس أوريز قاموا همين استوي resistance لهذا المثل سنين فقاموا يسموها مثل سنين resistance Staphylococcus واللي تتحسس إلي يسموها مثل سنين sensitive Staphylococcus أوريز لذا أسألكم سؤال شتتوقعون المكانيزم والمرس شون استوي resistance قيايا بيتا الاكتميز لا ما هو إحنا قلنا قلنا الاستافيلو كوكس طلع كوما بيتا الاكتميز طلعوا لها anti-staphylococcus بانسين هذا anti-staphylococcus بانسين اللي هي هاي اللي هي هذان اللي إحنا الـ target side اللي عمنا آه target side حافية هذان كanti-staphylococcus بانسين طلعوها قامت تشتغل على الـ beta-a-lactamines producing staphylococcus وارتاحوا من عندها staphylococcus تعرفوها أنه هي highly resistance دائما تحب تسوي resistance من طلعو الـ anti-staphylococcus بانسين قامت تسوي resistance ضده زين فاش قامت تسوي شافت أنه البتا الاكتميز مدى يفيدها حتى تسوي resistance دائما تتغير بالـ penicillin binding protein فلهذا تشوف الفرق بين المرسى وبين MSSA ومو بالبتا الاكتميز وين بالـ penicillin binding protein ادي هو target site زين فلما أجي أسئلك أقول لك مثلا المرسى شون الصير resistant المثيسلين بالـ البروتين وين بالـ البروتين بالـ البروتين بالـ binding side أو بالـ penicillin binding أو protein فهي هيا المشاكل معناتها فهذا احنا مثلا أول شي طلع الـ natural penicillin natural penicillin resistance هو يضب راحو سووا سووا semi-synthetic penicillin homoxicillin والـ ampicillin شافوا الabsorption من GIT أحسن شافوا أنه تشتغل بالـ spectrum of action المالتها شوية أحسن قامت تشتغل شوية على من الجرام negative قامت تشتغل على عدد أكبر من الجرام positive يعني بدلا ما تشتغل بس على strepto قامت تشتغل على listeria وال enterococaine وقامت شوية تشتغل على الجرام negative زين لكن همش قام يطلع resistance الـ resistance من يجي أكثر شي من beta lactamides حتى يضغلبون على beta lactamides جو ويضغفوا لها clavionic acid هذا clavionic acid حتى يصر بإنهب الـ beta lactamides ويزيد الـ action وال amoxicillin زين هذا بالله قدروا على هواي أنواع من البكترية بقت اثنين من البكترية الصعبين لدي هم من هم سيدومونس أورجينوزا و استافيل أوريز سيدومونس شون قرام positive أو negative negative positive positive فهذا السيدومونس شون هذي تغلبو لها جابو لها البكترسين والتكارسين وبعدين جابو البكترسين همضافو لتزبكتر حتى شنو تزبكتر حتى يشتقل ك beta lactamides انهيب وشتغل عليها جوي على استافيل كوكس طلعو لها هم من انت استافيل كوكس بن سن هاي الانت استافيلو كوكس بنسلين مايأثر بها beta lactamides مثلا مثل مثل المثل السلين وال البلوغلوس السلين وال الفلوغلوس وال أوكز السلين والنفس السلين شافت الاستافيلو كوكس الشافت هنا شافت انه البت lactamides مدى يفيد حتى تريد تقاوم فش قامت تجي على هذول الانت استافيلو كوكس بنسلين تغير بالبنسلين بايند بروتين حتى لا يجون يشتغلون عليها فش طلع من عيث طلع المرس اللي هي المثلسلين رزيستنس تافيلو كوكس أوريس واللي هي قامت تستوي مشاكل بال التريتم هذا اول نوع من البت lactam antibo اللي هو البنسلين طلع و التالي السيفال السبورين السيفال السبورين نقسمها الى generations اللي هي الفيرست جنريشن سلالة الأولى ساكن جنريشن سلالة الثانية ثير جنريشن سلالة الثالثة والفور جنريشن سلالة الرابعة والأدفانس جنريشن اللي هو السلالة الأخيرة مهم هنا اكو خروقات بال الاسبكترم الشوف هنا بالسيفال السبورين كل ما تنزل جوه بالسلالات كل ما عندك الغرام نكاتيذ افكت ويقل عندك الغرام نكاتيذ افكت زين كل ما تنزل جوه يصير الغرام نكاتيذ اكثر والغرام بوستيذ يبدأ يقل يعني الغرام بوستيذ دائما انت وفوق يكون اعلى زين لما يصير تنزل جوه يبدأ الغرام يعني هنا بالنكتر بالنرى سبكترم بانسلين حضروا الغرام بانسلين زادوا الغرام نكاتيذ اكتذي بالسيفال هنال كل جنريشن يزيدون عدهم الغرام نكاتيذ اكتذي زين فهذا نجح للفير جنريشن والفير جنريشن عندنا عندنا السيفازولين والسيفادروكزيل والسيفال لاثين هذه الفير جنريشن هي تعتبر substituents للبنسلين جي البنسلين جي يشتغل عليه من الجرام بوزيتف لو جرام نيجاتف بوزيتف بوزيتف ويشتغل أيضاً عن الأورال كافيتي عن إيروب اللي هو البيبتون ستريبتوكوكاين نوع من ستريبتوكاين تكون هم عن إيروبك فهو دائماً نشوف في البنسلين جي أكتر شي يحب يشتغل على ستريبتوكوكاين هاي التفارس جنرائشن سيفاليسبورينز هما نتفضل إنه تشتغل على الجرام بوزيتف بكترية وبها لتل إفكت على الجرام نيجاتف بكترية فنتكون هي substituents للبنسلين جي عدنا السيفالوثين اللي هو هذي ينطي برينتر لي وعدنا السيفالدروكزين والسيفالزولين اللي يمكن إنه تنطي وهذه أكثر شي تشتغل على الجرام بوزيتف فالهذا يلطوها دائماً السيفالدروكزين أو السيفالوثين مثلاً نيومونيا من لارنغايتز التهاب الحنجرة الفارنغايتز ممكن إنه ينطوها راحوا على السيكين جنرائشن سيفالوثبورينز السيكين جنرائشن سيفالوثبورينز بس هنا لتسهيل الحفاظ دائماً السيكين جنرائشن سيفالوثبورينز ورا البرونانسيشن ما الـ F أكو أي فمثلاً سيفالزولينز سيفالوثينز سيفالوثينز فأكو أي هنا زيان السيكين جنرائشن سيفالوثبورينز دائماً بيه فيور أو فيكس أو فوكس أو هاي فهذا المقطع اللي يكون بيه هو هذا يعني مثلاً فيور أو فيكس أو فوكس فهذا يشير إلى سيكين جنرائشن سيفالوثبورينز مثلاً عدنا سيفيوروكزينز اكزيتيل أو سيفيوروكزينز سوديوم أو سيفيكزين السيفيكزيم أو سيفوكزيتين أو سيفاكلور هذي شوف أنه بالسكن جنرائشن زاد عندك الغرام نيجاتيف إفكت وأيضاً تشتغل على قسم من الأنئيروب مثلاً البكتيرويز فهنان صار اختلاف هنا مثلاً بالفرد جنرائشن كانت بس الغرام بوستيذ الغرام نيجاتيف كلش قليل وما تشتغل على البكتيرويز بكتيرويز هي الغرام نيجاتيف الغرام نيجاتيف باسل لاي اللي عفو الغرام بوستيذ فهذا قامت هاي تشتغل على الأنئيروبز أكثر وقامت تشتغل على جرام نيجاتيف الثرد جنرائشن سفاليسبورين اللي هو الثرد جنرائشن سفاليسبورين اللي هو سفدنير والسفاتوكزيم والسفتازدين والسفاتوكزون السفتازدين أكثر شي يشتغل على السيدومونس ايروجينوزة السفاتوكزون اللي هو بي بي لونجس هافلايف وهذا يكون مثلاً بي يشتغل على السيدومونس ايروجينوزة ويكون أكثر على الجرام نيجاتيف بكترية السفاتوكزيم همين يفضل الجرام نيجاتيف بكترية والسفاتوكزون هو بي لونجر هافلايف وأيضاً يشتغل على نيسيريا غوناريا اللي هي ground negative كوكاي زين وأيضاً ممكن أنه يعبر إلى السي اس اف هاي نيسيريا غوناريا همين فدو واحدة من المشاكل مع التريتونت أنه بي رزيستنس نوعاً فهنان نشوف أنه نزلنا من الفيرس للسكتر للثير دون يزيد عندي ground negative افكت بيها wide spectrum of activity بحي تتغطي الgram positive مع عدل مرسى والgram negative وبيها أيضاً extended spectrum على السيدومونس ايروجينوزا فدو تشتغل أكثر شيء على الgram positive والgram negative وممكن على السيدومونس ايروجينوزا والfour generation أو السيثيبين l-advanced generation cephalosporine اللي والسفتارولين هذا بي broad spectrum of activity ويكون active على المرسى فبيها نفس الـ spectrum على الgram negative بكترية وتشتغل همين على الgram positive بكترية ويشتغل على السيدومونس ايروجينوزا وأيضا ممكن أن تشتغل على extended spectrum beta lactamase producing enterobacteria and acyntobacter فيسموك expanded spectrum beta lactamase اللي هو ESLB producing bacteria extended spectrum beta lactamase producing bacteria بكترية استفتاء رائعين سيشتغل بشكل أفضل دكتاب السؤال نعم الـ broad spectrum الصحالي نحن لدينا fourth generation والـ advanced مو بس هذا نعم أفضل أفضل الدعسة إلا الـ broad spectrum بس fourth generation شنو مشكلتها عن advanced generation إنه وين حليما ما تشتغل fourth المرسى مرسى المرسى فأخو عندك أكثر شي بالـ cephalosporins اللي بيها broad spectrum of activity اللي هو السفة بيم والسفتارولين والسفتارولين هو أقوى واحد بيهم زين لأنه يشتغل على الكل سفتارولين السفة بيم لا يشتغل على الكل بما يقدر يشتغل على المرسى هذا يشتغل على الكل حتى على المرسى الثر generation cephalosporins تختلف وضعها إنه third generation cephalosporins إنه تشتغل أكثر شي على الجرام negative بكترية أكثر من الجرام positive ما بيها ما بيها براود سبكترم والجرام negative أكثر من الجرام positive والسفتار زدين أكثر واحد يشتغل على السيدومونس الروجين وفي second generation cephalosporins لا الجرام negative أقل وشوية أكثر الجرام positive بس الميضة إنه تشتغل أيضا على البكتيرويد وال third generation cephalosporins إنه تشغل أكثر شي على الجرام positive ولمited effect على الجرام negative فسأحسن واحد يشتغل على البكتيرويد منه ال advance دكتور نعم البكتيرويد يعني second generation advance تقدر حط advance ويشتغل على البكتيرويد أو الأنيروب second generation وشتغل عليها مزين أقول عفو third generation يمكن يشتغل على البكتيرويد third generation سفر بسبول ذاكي ما يشتغل على البكتيرويد نوع بالبكتيرويد من الكاربابينيين والتترساكين أكثر الكاربابينيين أكثر الكاربابينيين أكثر كاربابينيين بسبسي بسبسي أنه يشتغل أكثر على سيدومونس ايروجينوزا يعني مثلا سيدومونس ايروجينوزا مثلا أكثر واحد يشتغل عليه السفتاز الدين من جماعة السيفالوسبورين أو الأدفانس جنيريشن سيفالوسبورين أو عندك مثلا الدوري بنيم هما يكون بمور سبسي فيكيشن على السيدومونس ايروجينوزا الإرداء بنيم بالعكس يعني إفكتما تعني السيدومونس ايروجينوزا في كل أقل تسبيه براودي سبكتر افكتبتي وعندنا المونوبكتام اللي هو الأستيريونام وهذا يشتغل أكثر شي على جرام نيكتف وما يكون أكتف لا على جرام نيكتف ولا على إيروب وينطي أستيريونام أما IM أو IV هاي هسا بالنسبة للبيتالكتام أنتبايتكس زين بالنسبة للبيتالكتام أنتبايتكس منو ينطينا براودي سبكتر الموفاكشن الادفانس ما الكاربابينيز ممكن ادفانس بس الأفضل منه منو الكاربابينيز الكاربابينيز اللي هي أكثر شي والادفانس منو سبكتر ممكن منو أفضل واحد على القرام المونو المونو بكتر بعض منو السيفاليسبورينيز يعني الثالي أمثال الثالي بالقرام بالنسبة للسيفاليسبورينيز وهنا منو أكثر واحد بقرام نجاتف أكثر شاحة السيدومونس إيرواجيناز وهو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر زيب بنسلين جي بي لمتل افكت وعدنا صفة رايق زون صفة رايق زون اللي هو أكثر واحد بي يمكن أنه يستعمل لنسيريا البنائي أكثرهم هذولا يدوبون بالماء فهذا صفة رايق زون بميزة إنه أكثر واحد يحضر البلد برين برية زيب بالنسبة لهذا البنسلين سيفال سبوري والكاربا تعبوره بلد برين برية او ما تعبوره شان ما تعبوره ما تعبوره بس هو شي يقول بالحالات الانفلميشن إذا عندي ملنقطايتز إذا عندي ملنقطايتز فإذا في الموقت ممكن أنه تعبوره ممكن أن تعبور البلد برين برية زين عدنا النوع من الآخر من السلوال سنتيسيز انه بتوزدي البيبتايدز الملنقطايتز 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 ويشتغل على المرسى ويشتغل على المرسى والكلاستريديو ملنقطايتز هنا شفنا واحد يشتغل على الانيروبيك لا دكتور لا من ذول هكو أحد يشتغل على الانيروبيك بكتريا لا دكتور يعني ما عدا هنانا عندك بس الثاني جنرائشن سيفالوسبورين اللي شوية قام يشتغل على البكتيرويت اللي هو انيروبيك بكتريا لكن مثلا كلوستريديوم ما حد يشتغل عليهم لازم من السيفالوسبورين ولا من بس شوي الكاربابنيين ممكن انه تشتغل على الانيروبي بس السيفالوسبورين ولا المسلين ماش تتغل هل كان الانيروبي بس اكثر شي الكاربابني باحتوال البرود ي وايضا الفنكومايسین يشتغل على الانيروبيك بكتريا و احنا ديش نخاف من الانيروبيك بكتريا يعني أول شي بها رزيستنس لأنتي بايتك هوايا والشغلة الثانية إنه رزيستنس مالتها لأنتي بايتك هوايا وبالإضافة إلى أنه تقدر تقعد ديب بالتشيوز فلاغذ تشوف الفانكومايسين أول شي هو يستهدف من القرامبوسيتف القرامبوسيتف من هو اللي عندنا بيها مشكلة من هم المشاكل المرسى دكتور مرسى وعدنا الكلاستراتيون ديفيس اللي هو انيروبك القرامبوسيتف هو هذا اللي أفضل واحد أنه أنطيع الفانكومايسين إنه اللايبو اللايكو بيبتايز اللي هو تيلافانسين والأوريتافانسين والدلبافانسين هذول الـ Spectrum of Activity مالاته مثل الفانكومايسين وهما يشتغلون على الجرامبوسيتف بكترية واللايبو بيبتايز وعدنا الدابتومايسين اللي هو يشتغل على الجرامبوسيتف بكترية وكذلك على المرسى والVRE اللي هو الفانكومايسين resistant انتيروكوكاي أيضاً واحدة من المشاكل اللي يصير بالجرامبوسيتف هو الانتيروكوكاي اللي تسوينا اندوكاردايتز قسم منها تكون resistant للفانكومايسين فبهاي الحالة يفضلون انه ينطون الدابتومايسين مزين هاي فبالنسبة للبيبتايز وين تشتغل اكثر شيء هل الانتtailsى اغرم نيغيتيذ إلي غرف عيش اغرم نيغيتيذ هاي شكرا 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 لقد أحاول لأنني ليس تمر الصباح فأرجع للعصر لأرى تراسل ويوسف الكرار هي توقيت اليوم الوقت يعني كل زين يعني في الوقت اليوم هو العين للجوعة بذكرني الشسم اللي تريدوها أي اوكي اوكي اوه هذا لازم أنقلة و اودي لازم أقولة على البيديا مثلا انا نسوي على الشخصورة اوه بالبيديا فحدة قدرون لتكبروه انا نسوي اي بعد اياه وياه شسم اياه شسم اوكي اوه انت يكون انيرجيك دراكس هاي انتوا مسجديها واني شرح لكم اياها اي شرحت لكم اياها بكتهم اوه دكتور بس الا انت ادراجينيك دراكس وما مشروح هادنا كلي نتعجل اسمالتها معاكم اي اي التسجيل اي بس لاحظة الا انت اكولينرجيك يوسف ومسجلها انت اوطيتهم اياها دكتور الا ادراجينيك دراكس بس بلتسجيل يوسف وينه؟ اي اي بس وقتها قلتلك اي 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 لا بس واحدة بس واحدة انت اكولينرجيك وقتها من شرحتها ونزلتها انت اي انت اوطيتهم ونزلتowany ونزلت انت اوطيتهم انت اوطيق انت اوطيق 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 موسيقى 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 المترجم للأضرابي ترجمة نانسي قنقر 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 قد مع電ky ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مهور مهور اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة